مساء الخير النهاردة هنأمل كاندي جار انا جبت ازازة الخلي دي وبقطع البوز اللي فوق دي على اساس اعمل منظر الكاس بسيح اطراف بوز الازاز اللي انا قصتها عشان تتدور لجوه مكان القص وششرة المرشاك ما تدمش هنا جبت برطمان واخدت مقاس القعدة بتاعته المدورة بالقلم على قرطن بتاع نتيجة وهاقص الدورية بالمقص جبت الكلفة دي واخدت مقاس الدورية بتاعت قعدة البرطمان بحب غير الخشب كويس جدا عشان تساعدني اما تنشف تكون الشكل المدور اللي انا عايزاه هناك هنشفها برق مقوي او قرطون شريط طويل صمك وصانتي وحوالين الدورية اللي انا عملتها ولزقه بالشامع انا لزقت الشريط حوالين الدورية وكمان بوز الازازة في نص الدورية دي بالشامع كويس جدا لشكل الكاس انا بغريها كويس جدا عشان تنشف تبقى قوية بجيب الكلفة اللي انا عملتها ونشفتها بالغيرة وهرزقها بالشامع حوالين الدورية دي هنا ابتديتها هيتبان شكل الكاس انا هبتدي دلوقتي هدهنها بجي الي سي دهان بلاستيك وبكونت كده اللون جبت اللي هو الالوان الصغير اللي سكيبي من عند الموان وكونت اللون الروز وابتديتها دي هنا اشبع كويس جدا اللون اشبع الكلفة دي كويس جدا جدا واغطي الالوان اللي هي القديمة هلوننا بره كويس جدا هلون من جوه كويس جدا كل حتة هنا جبت سفنجة وابتديت اللي استعمالها بحسها احسن شوية من فورشة الفورشة بستعمالها في الاماكن اللي مش قادرة وصلوها بالسفنجة ابتدي وش واثنين وثلاثة لغاية لما تحسن اللون بقى كله اللي انت عايزاه ما بقاش شفاف هنا هنستعمل الغطر البرتمان هيبقى جبت علبة تونة هي مش هتدخل كده لازم نشيل الحز ده ندخله الجوه هنطبقه الجوه انا بعملته كده او ممكن تدقيه الجوه بس حاول ان شكلها ما يبص كده كده قفلت خلاص دخل جوه البرتمان لشان دخلت كل الحواف دي طبقتها الجوه هلقان اللي هي بتاعت السطارة وقصت الحتة للطرف اللي تحت اللي بتحط في الدبلة ده هلزقها هتبقى شكل جمالي وديكولي بالشمع كويس جدا وابتديت ادهنها زي ما دهنت القعدة بتاعت البرتمانة والكاس اللي احنا عملناه الشيالة بتاعت البومبونيرة كده قفلت قفلت خلاص بسيطة جدا جدا وتوفر عندنا هنا بيتحط بقى البرتمان بالشكل ده تقدر تشليه تخسليه وترجعيه تاني هو ممكن تخليه بالشكل ده وانا هوريكي شكل تاني دلوقتي هتغيري في بستان كده هي بعد ما خلصت انا ضفت لها الدنطلة دي دي متحركة بتتشل وتتحط يعني وقت ما تخسليه عادي الورنيشن احنا حطنا له حطناه ده ضد الماية طبعا مش هيخليها تتقشر ولا حاجة طبعا تعملها برفق يعني حطنا لها دي بسنا لسا ما لزقتهاش اهي جيميل يا جماعة تحس انها عاملة زي الفرجية كده بالضبط ونشفة وقوية تقدر تشيري تخسلي البرتمان براحتك وترجعيه تاني يا رب يكون الفيديو عجبكو واستنوا كله جديد بقى ان شاء الله